موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة ضيفنا في الأستوديو شاعر سوري برع بكتابة الشعر وفق طريقته الخاصة التي تحمل سمتا وهوية لا يشبهه بهما أي أحد آخر من الشعراء شاعر برع كذلك بكتابة وإصدار العديد من المؤلفات ذات العناوين والمضامين المختلفة وسنحاول في هذه الحلقة أن نتوقف عند بعضها محاولين من خلال ذلك الاستفادة من تجربته قدر المستطاع اسمحوا لي أن أرحب بالأصالة عن نفسي وبنيابتي عنكم بضيفي هنا في الأستوديو معنا الدكتور عبد الرزاق حاج مصطفى وهو شاعر سوري ومحاضر في العديد من الجامعات العربية والأوروبية تفضل أهلا وسهلا بك في بيت القصيد حياكم الله وبياكم وشكرا جزيلا على دعوتكم الطيبة والمباركة ماذا أود أن أتكلم عن نفسي ربما تسألني أنت وغيرك أنا من أو من أنا أقول أنا من أنا عبد لرزاقي إن شاء نشى في فؤادي من صباح ومساء وفي كل حين إن ضللت يواريني كلام الإله من غطاء وإكساء أنا شعلة إن أظلم الفكر يوما على مثخنات الجرح من في استياء متى أبصر البحر مميتا بإغراق على شرفة الفلك أحط بإرساء على شرفة الفلك أحط بإرساء يا سلام جميل جدا يبدو أننا أمام حلقة سيكون فيها الشعب بطل هذه الحلقة وأنت فارسه ولا شك دكتور عبد الرزاق في البداية أحب ذا لو تحدثنا قليلا عن نفسك بحدود ما تحب أن نطلع إليه من معلومات وتود أن نعرفه عنك سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العلمي والأكاديمي تفضل لنتكلم في الأمر الثاني وهو على مستوى الأكاديمي والعلمي لقد رسمت طريقة في حياتي في المستقبل وهي التدوين والكتابة من جملتها ابتدأت بالثنائيات إلى الثلاثيات إلى الرباعيات الآن وصلت إلى الثنائية منها ثنائية الرواية ابتدتها برواية الأمة الخنساء ثم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ترجمة حاذقة والآن طبعت الطبعة الثانية في مصر ثم بعد ذلك رواية الأمة الزهراء وهي امتداد في فلسفة الحب والجمال امتداد للأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي الثنائية الثانية سميتها وأسميتها إن صح التعبير بثنائية الجنان ابتدأتها بديوان مسك الجنة وفي هذه السنة أتبعتها بأختها أو بأخت ذلك أسميت بستان الجنة حتى تقطف من بستان الشعر الثمرة هذه بالنسبة للثنائية أما بالنسبة إلى رباعية الفنون فتنقسم إلى أولا فن المحاكاة وهي رسالة الماجستير فن محاكاة الرافعي في فن الإسلوب الكتابي وذوق السرد البلاغي وهو كتاب كبير تجاوز الخمسمائة صفحة ثم بعد ذلك فن الرواية تاريخ تطور الرواية عربيا وغربيا قديما ومعاصرا وحديثا ثم كتابين جيبيين أي أن حجمهما كتب خفيفة بحجم كف اليد بخلاف فن الرواية وفن المحاكاة طبع أحدهما وقد نشرته في معرض إسطنبول السنة الفائتة وهو فن القراءة وأتبعته أيضا بفن الكتابة نعم ثم بعد ذلك في الفكر صرخة من الأعماق أيضا طبع وهو كتاب تناول في فكر الواقع المعاصر وبعد ذلك أيضا يوجد المقامات الأدبية في السيرة النبوية وأيضا آخرها فلسفة اللسانية اللغوية والتطبيقية المحكمة من قبل جامعة مردين وجامعة تونتي أوت في أعتقد ولاية سكيكدا في الجزائر بارك الله فيكم وحياكم الله على ما يبدو أننا أمام تجربة حافلة تتجاوز الشعر إلى فضاءات واسعة لا تقل تساعا عن الفضاء الشعري ولكن قبل أن نذهب إلى كل هذه الطموحات وهذه الإنجازات قبل كل هذا دعنا نفتتح هذه الحلقة بقصيدة من القصائد المحببة لك وتود أن تفتتح بها لك المنصة بارك الله فيكم حياكم الله أريد أن أفتتح بقصيدة دوما الشاعر الرسالي صاحب رسالة سامية وأنا بدوري العبد الفقير أفتتح هذا الكلام بقصيدة فكرية هي لا نقول أنها معارضة لقصيدة البردع في مدح النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قد لا يحتاج مدحن في وقتنا الآن في وقت الانكسار وفي زمن الانحصار إنما يحتاج منا الناحية العملية والتطبيقية قدر الإمكان لذلك أسميت هذه القصيدة من بردة الأمة أبتدئ فيها قائلة تعال بذكر الله شعري وتفكيري فراج الصبى إن شاد قصدي وتنويري وغاصت بي الأحلام تترى على سهد بنور تجلى في سروري وتذكيري بأني على درب الرسول البشيري أصلي عليه الآن فرضا بتعبيري فصلى عليك الله يا سيدي صبحا ضحا ثم ظهرا كل وقت منيري وحين المسى في كل ليل مع الفجر صباحات تبجيل بمسك وتعطيري أبث التناجي من فؤادي على حر كأني أعيش الشمس في موقد النير كأني على حب الجهاد مع الفكري شهيد على قيد الحياة مع الخير لأني وحيد في بلادي يداوي جراحا بفكر كان مولود تصويري وكنت مريضا واصفا حال أمتي فصرت الذي يعطي عقاقير إكسيري ومن حرقة الدين على أمتي صرت لهيبا على ظلم كريح صريري أنا يا رسول الله عبد رأى دنيا تهاوت على مصراعها أمة الكيري فصرنا غثاء من شهيق زفيري وصارت بلادهم تحت طبل وسكيري ولما يقوم الصالحون على أمر ترى كل قرد معلنا بالنفير يباهي بسجن الصالحين على خنع بخوف على عرش ومن خلع تغييري فيزداد طحنا بالأبات بلا عطف ولا غيرة تنقي من نسل خنزيري ألم يأتكم أخبار فرعون أم صبت على سمعكم من آنك ثم قصديري إلى أن صممتم ثم صرتم كأصنام النوا مأكلا للغرب موتا بتشهيري وتمعيري أنف في تراب كرهتم أن تعيروه سقياكم فصرتم كغريري يداري خلايا النحل حتى إذا اشتدت أتها بنهش ظالم دون تخييري فماذا جنيتم بعد إحباطكم إلا ظلاما ببيع ثم سطو وتقتيري وتعطيل فكر كان رؤيا حضارة تزيد الرجال الشمى عزة بتعميري فما نالنا إلا سجونا معتقة بتعذيب شعب صامت ثم تفجيري فويل لكم دار الجحيم سوادها وويل لكم منا بشتم وتحقيري أنا يا رسول الله صب صببت الحق حقا على حبري يضيء خطى سيري يدل على البر ويهدي هدى الخير ويهدي هدى الخير فيبدي قرى الضيف ليسقيه من ديري وكل لكوثر النبي عطايا شربة من معين المصطفى كل تقديري هنيئا فسقيايا صلاة مغطاة بنور محمد على هدي تبشيري صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام بارك الله فيك دكتور عبد الرزاق لعل هذه الغضبة الإيجامية أو الإيجابية الحسنة العالية تقودنا أحسن تقودنا إلى تساؤل عن الهاجس الأزلي الذي يحرض الشاعر حتى يختلص القصيدة وينتزعها من وسط فوضى الأفكار كلمنا عن هاجس الشاعر في نفسك وما يعنيه لك أنا تربيت تربية دينية فتخرجت من ثانوية أبي عبيدة ابن الجراح الشرعية حيث درست ست سنوات فيها فكنت آكل وأشرب وأنام ثم بعد ذلك قمت بإكمال دراستي في كلية الشريعة الجامعة دمشق ثم بعد ذلك دبلوم التأهير التربوي والماستر التمهيدي ثم بعد ذلك إكمال ذلك في أوروبا الماستر وكما قلت فن المحكاة وفن الرواية إذ إن تربية من الأصل هي تربية دينية شرعية وكان همي هو الفكر وعندما نظمت الشعر عندما كنت في السنة الأولى من الجامعة دوما كنت أنظر وأنظر إلى قدوة أريد أن أقتدي بها فتأثرت بمحمد إقبال تأثرا كبيرا جدا علما أن إقبال لم ينظم الشعر خليليا وإنما نظمه الدكتور عبد الوهاب عزام إلا أنه نظمه بنجابيا وبشتونيا يعني بارك الله فيكم لذلك تأثرت ثم بعد ذلك رأيت أن شعر الفكر أقوى من أي شعر ومع ذلك نظمت شعرا في الغزل والنسيب والتشبيل وما إلى ذلك ويعني كوكتيل جميل جدا دكتور عبد الرزاق الآن خلينا نبعد عن الشعر شوية ونروح لاتجاه آخر يتعلق بمجال التنمية المجتمعية وإصدار الكثير من الكتب في هذا المجال هناك الكثير من الناس اليوم ربما فقدوا الثقة فيما يتعلق بموضوع التنمية البشرية وبعض من ينادون بموضوع التنمية المجتمعية هل هناك فعلا من يتطاول من يعني يحاول أن يقحم نفسه فيما لا علاقة له فيه وبالتالي أفسد على هذين المجالين الكبيرين أم أن المشكلة تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد باعتقادك المشكلة هي بداية المشكلة هي في رواد هذه الطريقة في التنمية البشرية صار كل من هب ودب يتكلم في التنمية البشرية سواء كان ذكرا أو أنثى يعني هذه هي المشكلة الكبيرة فلذلك تضاءل هذا العلم حاليا حيث كان قبل عشر سنوات كان في مقدمة ما يقدم عبر التلفزة كما رأينا لكن هذا العلم أنا استثمرته في جوانب أخرى تربويا ابتدأته كيف تحفظ القرآن الكريم فيه الطرائق الكثيرة التي اعتمدت عليها ثم بعد ذلك درستها وهي عبارة عن تجربتي في مدينة ديمشق عندما حفظه كتاب الله سبحانه وتعالى فأردت أن أضع تحفيزا ذاتيا ثم تحفيزا للغير كيف تحفظ القرآن الكريم ترجم أيضا إلى اللغة الألمانية ثم إلى اللغة الإنجليزية وهو الآن مطبوع بكثرة وطبعت ألف نسخة صدقة جارية لروح والدي رحمة الله عليه والآن الألف نسخة الثانية بثلاثة لغات هي موجودة وأيضا فن القراءة هو أيضا في التنمية البشرية المجتمعية أو الذاتية المستدامة ما أود أن أقوله لكم هو أني توجهت أو وجهت بوصلتي إلى ما هو خير البلاد والعباد في القراءة في كيفية القراءة كيفية الحفظ كيفية الكتابة وما إلى ذلك لم أتجه إلى جوانب أخرى تهتم بالنحية المجتمعية ذكرت بعض من الناحية الفكرية في كتاب صار خمين الأعمق في قسم الفكريات وفي قسم أيضا الإيمانيات لكن لم أتوجه كليا وإنما كان مضماري وإنما كان مذهبي في التنمية المجتمعية أو التنمية المستدامة هو نحو الناحية التعليمية المنصبة لكن ألا ترى دكتور عبد الرزاق أن هذا مجال تدريب أكثر من كونه مجال تأليف أم أن المسألة تتجاوز ذلك إلى معلومات ينبغي أن نعرفها ونطلع إليها كيف نفرق بين كتابة كتاب في التنمية المستدامة وبين تأليف أي كتاب أو أي بحث علمي هو في الطريقة المستخدمة في تأليف هذا الكتاب بمعنى أن الكتاب التنمية المجتمعية والتنمية الذاتية يحتاج منه إلى رسومات يحتاج منه إلى أفكار يحتاج منه إلى استخلاص أصارة يعني هو أشبه بدورة تدريبية مرسومة على الأوراق تماماً هو ليس مثل الأبحاث العلمية المعروفة المؤكدة يعني الرسمية المبالغة برسميتها إن غذاء التنمية الذاتية أو البشرية إنما غذاء وهو التحفيز نعم فقر حسن طبعاً أكثر ما يوجع الشاعر قد يكون عاجزاً عن التعبير عنه وأحياناً يكون الوجع محرضاً فتتفجر كوا من الإبداع كما تعلم كلمنا عن هذه الفكرة كوا من الإبداع وما الذي يفجرها في نفسك تماماً قبل كتابة أي قصيدة تماماً الشعر ثورة وإنما هو ليس فقط ثورة إنما ثورة فكرة أحسنت قال الله تبارك وتعالى حسنه حسن وقبيحه قبيح نعم قال الله تبارك وهو ذكر في القرآن الكريم وأنزل سورة سميت بالشعراء نعم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون جاء حسن بن ثابت وعبد الله بن رواحة نعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا يعلم ربنا أننا شعراء فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكملها قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ هذا إكمال فالحسن يبقى حسن والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح في الصحيح البخاري ومسلم 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 الإمام أحمد قال لحسان بن ثابت أهجهم أهجهم وروحوا القدس معك نعم فإن قريش لتخشى من الشعر وإن الشعر في قريش لأشد من رشق بالنبل يا سلام نعم هذا هو الشعر فلذلك لماذا أقول أن الشعر ثورة وليس فقط ثورة إنما هو ثورة فكرة حسنت وكان النبي صلى الله عليه وسلم متذوقا للشعر فحينما أراد أن يواجه من كانوا على الكفر في ذلك الوقت من أهل قريش جاءه عبد الله بن رواحة نعم وقال له أنا أهجهم يا رسول الله فقال أقعد فأنت من قريش وإنما فليتقدم إليهم حسان وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عبد الله بن رواحة ربما يرق في هذا الهجاء فلا يكون قاسيا أو حادا عليهم كما كان سيدنا حسان وفيهما الخير كله والشعر تماما أغلبه خذنا إلى قصيدة جديدة دكتور عبدالرز والله هذا من ناحية الفكرية عند بداية عند قيم الثورات العربية في الربيع العربي كتبت قصيدة توسمت خيرا بأن البلاد العربية سوف تتحد فكتبت في بداية مسك الجنة الولايات العربية المتحدة بعين قوسين المفترضة يا صلاة فيعني ابتدأتها في الشام فقدت يا من ترى في بلاد المفترى يا من ترى في بلاد المفترى هلل علينا كفى ما جرى هي شامنا رونق ساحر هي معلم خالد قد أبهر هي درة في الفضى أنورت أنوار حب جرت أنهر أشجارها غوطة حوضها فيحاؤها ملعب أمطرى برد بريد سرى سارية لدمشق يروي ضياء الأقمرة هي ربوة جيدها سابل كالغنج في نحرها عقد يورى ثم ابتدأت في مصر قاهرة وفي قهرها بركان شعب إذ يقذف ثائرى في تونس الخضراء تُعلي ثورة هدارة تنضي بجيل كبّرى في ليبيا الصحراء يبني مجدها ثوار مختار ونعش أزهرى والمغرب العربي يقضي معلنا بالقول والعدل الذي قد أحكرى وحجاز أمن الله يحرسها كذا يمن يمين الحق قد أبصرى شمس العراق غدا ستشرق عاليا وكسوف ماضيها سيجلى مبهرا أقصى العروبة جوهر آسن وفي ساحل وغاية وشهيده أنورا سورية الكبرى لها مجد عزيز يفتديه غضانفر قد أنفرى عربي أبقى أمجدا كالليث يزأر للعلا فيظل فحلا قسورا عربي أبقى مسلما كالصقر يرقد رقدما عيناه دوما تسهرا أعراقنا من نسل طهر طاهر هل في الوجود مثالنا قد أطهر لو جبت كونا شاملا عيناك لن تفضي قرارا دون أن تنظر في تاريخ صفحات قلبه أعصرت بالكدح يمضي بعد عسر أيسر تاريخنا قد غدى زاهيا يزوى علينا كما أزهر خيرتنا واكبت جيلنا والخير للخير ما أفطيرا أعداؤنا لجلج حسرة من لم والا والذي أسر حتى رموا رميهم عالي وجلا بقلب جفى وانبرى يا من ترى يا ترى هل ترى بلدا بدى جنة أعطر أبدا سوى شامنة من ثرى أبدا سوى شامنة لن ترى يا سلامة أجملها أبدا سوى شامنة لن ترى بعد هذا الجمال والأداء الأجمل لا بد أن نأخذ استراحة قصيرة بعدها نواصل مشاهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير وبعده نواصل هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو الشاعر دكتور عبد الرزاق حاج مصطفى حيالله دكتور عبد الرزاق مجددا وقبل قصيدة عن اللغة العربية لا بد أن نتحدث قليلا عن هذه اللغة وعن واجبنا نحوها حتى تظل عالية خفاقة لا يصيبها أي شكل من أشكال التغريب أو الاستهانة أو للأسف يعني الإهمال ماذا تحب أن تقول في العربية نثرا قبل أن تتحدث في حبها شارا حقيقة لقد وضعت يدك على الجرح ما يصيبنا الآن هو أن غالبية من هب ودب صار يتكلم في فنون العربية لكن المشكلة أن تؤلف كتابا بالعامية أو أن تؤلف رواية بالعامية يعني كتابة سيناريو لفيلم أو مسلسل واقعي قد يسمح ويغفر لك أن تتكلم في العامية لأن هذه اللغة تريد أن تصل إلى العوام تماما أما أن تكتب رواية أقلها يعني 200 صفحة باللغة العامية فتكتب في الصفحة الأولى من الغلاف أنها رواية هذا الأمر يعني هو من الكبائر في نظري وفي نظرك وفي نظري الأكاديميين هذا أشبه بالأحاديث التي يقوم بها بعض الشباب على قرعة الطريق لا ما حق أن يسمى هذا العمل رواية لكن للأسف يطبع مئات الآلاف من هذه الرواية وخاصة في مصر والآن يعني تأتيني رسال كثيرا على الخاص والأسف مثل هذه أصبحت موجودة في كثير من الدول العربية وعلى ما يبدو أن هذا أيضا موجود بسبب غيابة دور الرقابي أليس كذلك؟ هذا أولا صحيح بلا لكن الأمر الثاني أن هناك رسائل ماجستير تقام لدراسة هكذا روايات أنا أعرف لكن لا تقول لي رسائل ماجستير تكتب باللهجة العامية تكتب بالله العفن هل ممكن أن تكتب؟ أعيد مرة لا 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 تحدث براحتك هل هناك رسائل ماجستير تكتب بالعامية؟ رسائل ماجستير تكتب بالفصحة رسائل ماجستير تكتب على هكذا روايات من الناحية التطبيقية فهمت عليك فرواية تكتب نصفها بالعامية فيأتي طالب ماجستير ومعلوم أن رسائل الماجستير ليس فقط المشرف ومن يوافق عليها يجب أن يمر من الكثير من المراحل من مراحل كثيرة من رئاسة الجامعة إلى عمادة الكلية وما إلى ذلك هذه هي النقطة هذه هي المصيبة يعني أن أشكال المشكلات شرح الواضحات كيف سوف أشرح لك إذا كان الأصل باللهجة العامية فتقام رسالة الدكتورة يا إلهي ما أغربها أي أنه يكتب رسالة بالدكتورة أو بالماجستير يكتبها بالعربية الفصحة لدعم شعر العامية هذا هو يا إلهي ما أصعبها هذا هو فإلا هي مأساحة تكتير ولا أريد أن أذكر الأسماء أو أن أذكر الكتب لأننا لا دعا إلي ذلك لكن عن فكرة العربية وكيف يمكننا أن نرتقي بها ما الذي نحن نحتاجه؟ ما الذي ينقصنا دكتور عبد الرزيز أن نكتب على أبسط الأشياء أن نكتب على السوشيال ميدا أو على الفيسبوك باللغة العربية الفصحة فقط نعم ونصحح بعضنا ونصحح لبعضنا البعض نعم نصحح لبعضنا البعض في التعليقات وفي الكومنتات وما إلى ذلك لكن هلأ الجمهور الجمهور ربما يكون متلقي لهذه المعلومات وهذه البيانات وهذا التصحيح لكن صاحب المنشور أو المعلومات التي كتبت حال كان فيها الأخطاء أو بعض الأخطاء في اللغة العربية وجاء من يصحح له بإتقادك هل يتقبل؟ للأسف لا يتقبل لا يتقبل نكتب له على الخاص أين المشكلة؟ نكتب على الخاص نقول أن هذه الكلمة ممنوع من الصرف أو أن هذه الكلمة يحذف حرف العلة لأنها منصوبة بأن وما إلى ذلك الله يحتى أن هناك من لا يتقبل مثل هذا الحديث عبر الخاص حينما تقول له أنت أخطأت بواضح من اللغة كأن تقول له لقد رفعت منصوبا أو نصبت مجزوما أو ربما لا يتقبل مثل هذا القول الأصمعي ذات ذكر في كتاب أدب الكاتب الديناوري أو الديناوري على اختلافه ذكر أن الأصمعي يلحن في قوله وفي شعره فأين نذهب أنا وأنت؟ يا إله فأين نذهب؟ نذهب إلى القصيدة أبدا تفضل لوعج الحرف العربي نظمت هذه القصيدة عندما نقول عندنا إشكالية نحن الآن بين كتب أو نظام أو شعره بعض الناس يقول نظم أي نظما مجرد أنه يعني بنى بناءا يعني كأنه وضع الأحجار حجرا فوق حجر بدون شعور لا كلمة النظم إن قلنا أنه نظم خليليا فهذا مباشرة لا يحتمل التأويل فنقول أنه نظم شعرا أي أنه شعر شعرا نعم فكتبت في يوم اليوم العالمي للغة العربية قصيدة بعنوان لوعج الحرف العربي يا سلام قلت في مطلعها وَإِنْ جَادَ وَجْدِي شَوْقَ مَا فِيَّ مُمْتَنَّ فَذَ مِنْ شَذَاهَ إِذْ ثَلَاقَتْ أَسَامِينَا فَلَا يَذْهَبَنَّ الْفِكْرُ عَنْكُمْ بِعَذْلِي فَوَاللَّهِ إِنَّ الْقَصْضَ حَرْفِي يُغَنِّينَا إن القصْضَ حَرْفِي يُغَنِّينَا بِشِعْرٍ كَذَا نَثْرٍ عَلَى قِصَّةٍ تَحْكِي مَقَالًا بَدِيعًا حِينَ تَفْنَى جَسَامِينَا ومجموعها يا سادتي في رواية هي الزهر منها تحنت أيدينا فدع عنك شعري إن تولى سنين عن كفاح يداوينا بفكر يغذينا فقحطان فقحطان لم يفنى عقيما بلا حرف وعدنان حرف الوحي قد كان فينا فقحطان لم يفنى عقيما بلا حرف وعدنان حرف الوحي قد كان فينا ألا فافتخر يا كاتبا حرفنا حبا فما مات عز طالما أنت تحيينا فما مات عز طالما أنت تحيينا يا سلام يا سلام حياك الله دكتور عبد الرزاق ربما كانت الأفكار كثيرة ولكن القصيدة المتناوعة أو المتميزة هي التي يتناول صاحبها الموضوع المستهلك بطريقة جديدة عن صراع الموضوعات وحافظ التميز في ظل كثرة الشعراء وقلة الموضوعات هناك من كتبوا عن الأم ولكن لا بد أن هناك شاعر تميز حينما كتب عن الأم وهو موضوع مستهلك عن فكرة الموضوعات وألية أو اختلاف طرق التناول وتخليق الجديد تباما يعني الموضوعات والتميز والمسابقات والفائز وما إلى ذلك هذه عنوانات الصح من كلمة عنوين عريضة وفضفاضة لكن نحن نأخذ قدوتنا في الشعر هم الشعراء القدامى هم القدوة فأنا عندما أتكلم عن اللغة العربية أو الحرف العربي في البداية ربما اعتقدت أنني أتغزل بإمرأة فتبين لك أن التغزل هنا الحرف العربي فعلا وهذه أيضا من حذاقة شعر الشعراء لا أقول عن نفسي أنني حاذق وهذا أيضا إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ولا بأسا عن قلت أيضا نعم فهذه هي النقطة والإنسان يجب أن يتنوع لأن يكون على بحر واحد متفاعل 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 أو على البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل أو فاعل أو على الطويل علي أن ينوع وعلي أن ينوع بين الأفكار لكن الشعر الذي تغلبه الصبغة صبغة ما سواء كانت صبغة غزلية أو صبغة فكرية أو صبغة واقعية أو صبغة تافهة فإن تلك الصبغة من الأدب سواء كان هابطا أو عاليا لابد من أن ينحزن أحدهما كما أن هذا التنوع يخلق حالة من الإثراء دكتور عبد الرزاق وأنت تعلم ذلك جيدا قبل النذب إلى القصيدة الجديدة أنت تعلم لكل طائر مشربه ولكل شاعر كذلك مطلبه ولا ريب أن لك أسلوبا ما أو بصمة تسعى إلى تثبيتها حدثنا الآن عما تود طرحه وتقديمه للناس على المستوى الذاتي وكذلك على المستوى الإنساني تفضل بارك الله فيكم ما أود قوله هو أن الإنسان يجب عليه أن يكون مرينا أنا أتقبل الانتقاد بالعكس أتمنى كل الأكاديميين أن ينتقدوني فهذه تعتبر شهرا بالمجان وعلى الإنسان أن يكون نفسه لا سوى انتقد النبي المصطفى فأنا لست أفضل من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى هذه نقطة أصحه نفسي أنا لا أتزمت في قولي فورا أن سحب إن أخطأت بالعكس أزداد وعيا أكثر وأضع وأودع في رصيدي الكثير والكثير من المعلومات أبحث لنفسي عن معلمين وأساتذة وأصحاب تجربة أصبر تماما كل ابن آدم خطاء أحسنت فالإنسان الاعتراف بالخطأ فضيلة وليس مذمة فعلا أنا هذا هو طريقي وهذا هو مضماري وأخالط الناس لكن أنا أتمنى أوجه رسالة من هذا المنبر لكل أصدقاء الأكاديميين ولكل الناس أنا عندما أنتقد شخصية من الشخصيات علي أن أعي هذه الشخصية بشكل جيد أن أعرف هذه الشخصية أن أدرس لغة الجسد قبل لغة الكلمة ثم بعد ذلك أن حاز إلى لغة الكلمة ربما تسألني كيف تعرف أعرف أن هذه القصيدة تشبه قصيدة أخرى أعرف أن هذه الرواية لكثير القراءات من الروايات تشبه رواية أخرى أو أنها مسترقة أو مسرقة أفكارها من رواية أخرى أريد أن أنبه إلى معلومة خطيرة جدا ليس كل شاعر أديب وليس كل رواي أديب إنما صفة الأدب ابحث في جوجل أو في الويكيبيديا إن صح التعبير تجد أن الأديب هو من توفرت فيه صفة إيمامية الأدب ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأديب يجب أن يكون شاعرا أولا بدرجة الأولى ثانيا روائيا ثالثا قاصا رابعا ناثرا خامسا ناقدا مشتغلا بالكثير من الفنون الكتابي تماما لذلك قيل عن الرافعي أنه الإمام سابقا في القرن الماضي نعم التاسع عشر تماما تماما ألم تسمع بأن لا يقول فلان دكتور أو فلان كذا لا الإمام الرافعي الإمام العقاد الإمام الزيات إمام في الأدب تماما لأنه إمام لأنه استطاع بكل جرأة وبقوة مع النجاح أن يبرهن ويثبت ذاته بذاته بنفسه أنه كتب ونظم شعرا وألف دواوين ثم ألف روايات أحمد شوقي من يعرف أنه رواي؟ لا أحد يعرف كل الناس تماما أنهم قل الذين يعرفون أنه مسرحي وكتب المسرحي وله أكثر من خمسة روايات أيضا يعني أكثر من خمسة روايات جميل يعني هناك يجب علينا لذلك أنا أقول أن أحمد شوقي هو أكثر من شعر هو أديب كلمة أديب هي كلمة أي أنه برع بأكثر من مجال فمي كتابي رواي دون الشاعر ودون القاص ودون النثر لا أقول عنه أديب رواي فقط لنحترم كل لقب وكل مرتبة تماما تماما يعني كالناقل في صف الامتحان أو في صف الاختبار إنسان يدرس طوال العام حتى يأخذ درجة وآخر ينظر ويسرق بعينيه إلى صحيفتك أو إلى صفحتك فيكتب ما كتبت ويسرق أفكارك ويسرق كنزك وموروثك فهذا هنا يجب أن يكون هناك عدل يعني في هذه المسألة وأن أكون متزيني في ذلك نعم بارك الله فيكم حياكم والله فهذه هي النقطة يعني الأساسية التي أنا أود أن أقوم يعني حقيقة عندما تجد على صفحات الفيسبوك والإنستقرام الأديب فلان الأديب فلان يا عمي وقف قف قل الشاعر لأنه نظم شعرا قل رواي لأنه نظم رواية لا نستطيع أن نقول كل رواي أديب كلمة أديب أي أنك قد حزت واسألتني ما هو دوري في المستقبل والله أنا أحسن نفسي شيئا فشيئا يعني لم أكتب ولم يتجر أحد هذا ليس متحن أو أني أمتدح ذاتي وإنما أنا قد أمتدح ذاتي لأنني أحفز نفسي بنفسي وهذا أضعف الإيمان إن لم أجد أحدا من يحفزني فأنا أحفز نفسي بنفسي لا حقا إنسان أن يشتغل على ذاته أن يطور من قدراته وأدواته تمام حتى أنني في غرفة النوم أكتب بعض أشعاري بالخط العريض وألسقها على جداري على جدار الغرفة وعلى جدار الصالون وعلى جدار لماذا هذا أحفز نفسي بنفسي أنا فأنا كتبت في المقامات لم يكتب أحد في العصر الوقع المعاصر المهم أن لا تغضب أهل بيتك في ذلك نعم المهم أن لا تغضب أهل بيتك في ذلك والله إن شاء الله لا يعني إن شاء الله بارك الله فيكم حياكم الله لا أحفظك يا دكتور هذه النقطة باختصار يعني حاول أن أطور نفسي شيئا فشيئا حتى وصلت إلى الحمد لله بحمد لله إلى المقامات فرأيت أن هناك ثغرة في المقامات وخاصة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب أحد سيرة النبي إلا شعرا المنظومات الجزارية والمثلاثات القطربية التي ألافها قطرب وما يألي ذلك كلها كانت قصائد شعرية وأيضا السيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن أحببت أن أحيي هذا الفن لقد كاد أن يصبح مندثرا إن لم ندثر هذا الفن لم يكتب فيه إلا القلة القليلة كتب فن المقامة باختصار على عجالة كتب الشيخ القرني قبل ثلاثين عام والآن كتب الأديب المصري أنا أقول عنه أديب لأنه متغيب وللأسف عن الساحة بل هو الأول في مصر يجب عليه أن يكرم وهو وليد عبد الماجد كساب هذا الرجل لو أنك بحثت عنه لرأيت أنه علم في الأدب مبدع نعم مبدع كتب الكثير والكثير والكثير وهو الذي جاء بوثائق له كتاب المقالات المجهولة للرافعي وأنا استشدت به في فن محاكاة الرافعين له كتاب أيضا مقامات ابن كساب فجاء بمصطلحات حديثة مثل كلمة فيسبوك الفيسبوك جلست أمام الرائي الشيخ علي التطاوي كان لا يقول أكلمة التلفزيون وإنما قال عربها بكلمة الرائي نعم فجاء بمصطلحات حديثة ووضعها في المقامات وهي رائعة جدا والمقامات هي أخصان هناك الكثير من من يحاول أن يحيي بعض مفردات خاصة باللغة العربية ويسقطها على بعض الأدوات التقنية الموجودة تشبثا منه باللغة العربية ومن باب تعزيز فكرة وحب الانتماء لهذه اللغة العربية لأن الإنسان ابن واقعه الإنسان لو أن الأستاذ مصطفى مطر عاش أيام النابغة لربما سبق النابغة لو عبد الرزاق حديث مصطفى عاش أيام الخنساء ربما سبقت الخنساء ولو أن الخنساء عاشت في القرن الحادي والعشرين لربما صارت مثل باقي الناس فالإنسان هو ابن زمان لكل زمان دولة ورجال ولكل وقت أذان ولكل لحظة قصيدة أعطنا القصيدة الحالية النسيب النسيب هو الشعر الرقراق أنا متأثر جدا في الرافع أيضا لذلك أقول قصيدة أسميتها الحوراء أقول في مطلعها حوراء دوما أراها ساعة السحر تغز خيالي بجيش من نوها الفكري كالحور أبصرتها في جنة سقيت من خمرها لذة في منتهى العمري أبصرتها فجر نور صادق معها كل الهوى من صباب القلب في عطري تملي على ناظري فيضل جمالي بما فيها جمال الحلى من أجمل المجري حتى إذا استمسكت استحكمت وقضت عني هيامي بقطرات من المطر ناديتها كيف أجزيك الشكورة؟ أيا حوراء إني أرى رام الهوى قدري إني أراها أمان العيش طمأنة حتى بدت وجنتها البيض كالقامري قالت هنيئا لك الحب الحلال على أمري سواء أكان الحب في سروري أو كان بعد انتهاء خالص الوطري يأتيك ربي بأرزاق كما الثمري أخبرتها أن قلبي كاسح الكدري لا قيل أو قال عن صوت كما الغجري قالت هدوءا إذن تبغي بلا شرري هيا تعالى ادفع الدولار في مهري ناديتها أنت حوراء الجوى حواري أهديك أغلى بما أحويه من أجري أهديك شعري ونثري ثم من ذهبي عقدا ونقدا يداريني من الحضري إن الذي عنده الحوراء في ستري تبقيه هونا على هون على صبري تبقيه هونا على هون على صبري ربما أني أتيت بكلمة الحضر الحضر من الواتساب أو الحضر من الفيسبوك أتيت الدولار ادفع الدولار مفردات حديثة متداولة نعم هذه الأمور حتى تكون الأبيات أقرب إلى المتلقي المعاصر تماما لابد في الأبيات أن تكون حوارية أحسنت أحسنت إن لم تكن حوارية الملل والسامر لابد أن تتخيم وأن تحتل المجلس أحسنت أحسنت حياكم الله أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج بيت القصيد ومعنا في الأستوديو الدكتور عبد الرزاق حج مصطفى شاعر سوري وهو أكاديمي ومعلم كذلك الله يباك فيك صاحب العديد من المؤلفات عن إصدارك القادم حدثنا قليلا عنوانه ما هو وبعض المضمون أو المسموح بنشره والله في المضمون القادم هو في فكر الواقع المعاصر وهو لا أود الإفصاح لكن سأفسح عنه فضل فقه الواقع وهو كتاب أقرب إلى النحية الفكرية نعم دون الأدبية وربما ربما أنك لا تدري أني قمت بترخيص أكاديميا في ألمانيا ما شاء الله تسمى فري أكاديمي أونلاين فوى كلتوى في زينشافت الأكاديمية الحرة للدراسات العلمية وهذه الأكاديمية تهتم أيضا في فكر الواقع المعاصر ولربما تسأل ما هدفك من كلمة الفكر لأن الفكر كلمة أيضا عريضة فكر الواقع المعاصر يتناول الفكر الأدبي يتناول الفكر الأدبي ثم يتناول الفكر الأديان الفكر السياسي الفكر الاجتماعي الإديولوجي وما إلى ذلك ولو أني قمت بالانصباب والتركيز حول الفكر الإسلامي لأنه أكثر ما يثري الساحة وأن الساحة تعج بالتيارات الفكرية أو الإسلامية وهؤلاء يضربون هؤلاء وهؤلاء يضربون هؤلاء ولا يوجد إلا القلة القليلة من يجمع بين هؤلاء وهؤلاء في إصدار متميز إن شاء الله بإذن الله يطرب وجهات النظر إلى قصيدة جديدة خذنا الآن بارك الله فيكم وحياكم الله سوريا أنا ابن هذا البلد لذلك أقول إنها سورية الحرة وإن شاء الله تكون حرة إنها حرية المجرى حررت من فتنة أضرمت في عقرها في جحرها تمت وقرا إنها سورية الكل ما زالت تغني لحن ما كان حرا إنها القلب الذي يشكو جراحا هل سمعتم أن جرح القلب يبرى هل سمعتم أن طيرا دون تحليق بديع ارتضى عيشا وفيرا إنني لا أرتضي إلا زمانا مبدعا فكرا لمجد كان حرا سوريا أنت حبي أنت سكنايا العلالي أنت مجدي عندما أنحاز سقرا أنت شمسي أنت أقمار الليالي أنت بحري كلما ينصب نهرا أنت حربي أنت سيفي ثم ترسي أنت بيتي عندما أبتاع قبرا سوريا أنت سيفي في دماء أنت درعي في وفاء أنت للعادين جمرا يا أخي يا من تذوقت طعما كان سحتا علقما أو مرمرا انتفض فاليوم قد سطر التاريخ نصرا فانتصر للعذارة إننا جسم لأوطان عرب شامنا ذاقت مرارا دهورا كيف صبت للأعاد كؤوسا من عذاب حز لحما ثبورا إننا جسم لأوطان عرب هال فيه الجرح نزفا عسيرا يا بني قومي تعالوا يدا كبرى تمسح الماضي فيغد يسيرا كل دنيانا تهاوت علينا تنتقس قدرا وتعطي سعيرا طبع طبع طابع في صدور صدرت زورا وقالت شرورا قف مكان الغرب يا طبل طبطب غر غر غرة أو غرورا من غرور طابع صرت طبالا لغرب كفعا كالعهورا يا لعمري لم يكن حال فكري فيك شان بل دنيت النحورا ويلك النار التي قد جهزت في قعر خوان هوا فيها سقورا يا سياسات التي أججت فينا دعينا وحدة لا حبورا يا سياسات التي أغلقت فكري كفى موتا كفى غرورا إنني أفدي بلادي بشعري أو بجسمي أو بكل سرورا ميتم في كل يوم شهيد ميتم غنى نشيدا شهيرا إنني أرضى وترضى بلادي أن أعيش الفقر قترا أسيرا غير إني لا ولا أرتضي عيشا وفي أرض دم قد أغيرا نسأل الله أن تجف هذه الدماء وأن تظل عطرا يبشر كل من قدموا وبذلوا وضحوا وصبروا بدنو فجر الحرية ويدخلون إلى باب الشمس التي تستحقهم ويستحقونها عن فكرة الإنسان في القصيدة دكتور عبد الرزاق ولزوم نصرته وتأزيز قيم التعايش ولزوم أن نكون جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد طبعا هذا واجب الشاعر أن ينادي بالأب الشاعر نعم إن صح التعبير المصلح قبل قرن في القرن الماضي في القرن العشرين كان يقال للأديب أنه أديب ماذا مصلح لأن من صفة الأدب أو الأديب أن يكون مصلحا بين الناس مصلحا اجتماعيا مصلحا سياسيا مصلحا فكريا يجمع ما بين الآراء توفيقيا نعم التوفيق هو الجمع من شذ على القاعدة لكن الإنسان عليه أن يعي أن في بناء الإنسان أن يراعي القواعد الأساسية أولها درء مفسدة أولى من جلب مصلحة أحسنت أحسنت عن سوريا التي تحب وكلمة توجهها إلى أحبتك هناك في ختام هذه الحلقة من أجل سوريا من أجل والدة ترجو أن تراها من أجل أمل تتمنى أن يتحقق ماذا تحب أن تقول في ختم هذه الحلقة دكتور عبد الرزال شعر من نثرا من قلبك واجعله نثرا هذه المرة رسالة بسيطة تصل إلى البسطاء وإلى الكل من الأحباب أوجه رسالة إلى دعاة هذه الأمة المخلصين يا سلام الصادقين الصالحين أقول لهم تعالوا لنبني منهجية واحدة تعالوا لنبني فكرا موحدة يجمع لا يفرق أحسنت يداوي لا يجرح يا سلام يبرئ ما فينا من أمراض وأسقام ومن حظوظ الأنا دعونا نهجر هذا الحظ ودعونا نضع أيدينا حسبة لله يا سلام وليس فقط حسبة فيما بيننا تعالوا لكي نجمع شملنا تعالوا لكي نقول كلمة واحدة ألا وهي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله هذا هو الشعاري في الحياة أحسنت أحسنت يا بكتور عبدالرزاق مصطفى أكرمكم ربما نورتنا في هذه الحلقة وصلنا إلى الختام ماذا تحب أن تقول في الختام هذه الحلقة قد قلت سابقا وأقول لست من هؤلاء الذين يشطحون ولا هؤلاء الذين يسبحون أخذ ما صفى وأدع ما كدر يا سلام بارك الله فيك شكرا لك حاج مصطفى شار السوري وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين الكرام في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وظلوا في أمان الله حيا اشتركوا في القناة